لما ببقى محتاجاه واحتاجة ان انا اقوله اللجوايا واحكيله همي طب اقولي مين مش هو زوجي لما هو ما يسمعنيش مين يسمعني احكي لنين واقول همي لنين هو انا لما بحتاج له ببقى ضعيفة اه عنوان حلقتنا ده عنوان حلقتنا المرأة الانسة المرأة ضعيفة ولا قوية البداية كده خلينا نقول ان المرأة ابدا مش ضعيفة يعني الم الم كده من الم الطلقة كده ولا الم ولادة المرأة مش ضعيفة ابدا المرأة مش ضعيفة المرأة قوية عارفين قوية بايه قوية بعلمها بدنها باخلاقها بتمسكها بقيم عليا مستمدة من الله عز وجل امتى تكون المرأة بقى ضعيفة بجد وتبقى في نفسها كده بشوات حاجات هقولها لكم منها ان هي اللي بتسمح لنفسها انها تبقى ضعيفة تقولي نفسها معيني ساعات الضعف بيبقى برقة ونوسها وهقولكم في نهاية الحلقة بيبقى ازاي لكن هي بتعمل في نفسها الضعف وترضى انها تكون مستضعفة من الغير وتشوف نفسها اصلا كده وتشوف نفسها انا لا استحق اصلا اي حق من الحقوق دي معيني حودي الله عز وجل اعطها لها لا تنكسر بقى وتنطوي على نفسها كده او تصيبها فكرة او تستحوذ عليها فكرة انت ما تستحقش او ما عندكش شعور لاستحقاق باي شيء لا يا بنتي انت تستحق السعادة وتستحق الحب وتستحق ان يبقى عندك سكن ومواده في حياتك الزوجية تكوني ضعيفة امتى لما تفقد العلم والمعرفة في حياتك لما تفقد الشغف معرفة العلوم الجديدة او تبحر في علم معين لما تكوني ضعيفة لما تبعدي عن تعليم ديني كنت تمسكي بعبارات المفسدين والغوغائيين والهاهاها بتعليم اش عارف ايه ده وصول وتظن ان سعادتها في التخلي عن القيم دي لا فكرة استغناء اصلا المرأة انا هبقى قوية لما استغناء عن راجب لا ما يبقاش الظلم اللي وقع عليك والحاجة اللي وقعت عليك تديك انا مش محتاجات في حياتي لا خلي بالكم ان انا لازم استغناء عنه عشان ابقى قوية لا ومش مهم راجل في حياتي لا وانا اقدر اكمل من غيره وده كل لا 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 اصلا في اغفل انا عمل تعود طلقت وكذا وكذا كل واحدة لها تجاربها وتجربتها الخاصة الحالة خاصة بيها هي ما ينفعش قصة تسكني تجربة غيرك على نفسك كل حالة لها ظروفها الخاصة المرأة بتحتاج الراجل في حياتي زي ما هو ما بيحتاجها في بعض الاوقات صحيح بتقدر تكمل من غير الراجل في حياتها ظروف او الحياة فردت عليها كده يعني طلاق او ارمالة او كذا بتكمل ويجا عليها اوقات لكن تفضل مكملة 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 دورها وخدت دور مش بتاعها طب اللي فرد عليها الدنيا اه ربنا بيعينها بيعينها وربنا بيقاويها بيبقى في منافس تانية لكن انا بتكلم اللي اخترت انها تتصدر المشهد كده وانا الراجل وانا السته لأ لأ ما تستغنيش عن قنصتك ابدا ده هو اوبشن طبع ربنا عن هولنا ومعتهولنا لكن كنت تستغني عنه لا الناس اللي اكبرتها ظروفها انها تعمل كده لموت او طلاق وكده بس بعد كده بتكرر انها تكمل على نفس المنوال حتى لو جات لها فرصة ما قصودش زواج تاني او كده ما قصودش كده لكن لا هي تجي لها فرصة انها حتى تعيش انوستها لا تاني كل تجربة مختلفة عن التاني كل تجربة مختلفة عن التاني وزي المرأة ما بتحتاج للرجل الراجل بيحتاج للمرأة هي بتحتاج للرجل يا جماعة مش عشان هي ضعيفة ولا علشان يكملها لا مش عشان هي ضعيفة عشان يكملهم هم بيتكملوا بعض بتحتاجوا عشان يسعدوا بعض عشان تفضل سعيد عشان تفضل وردة كده مفتاحة ما شاء الله عليها مش تهمل لحد ما تتبل وتموت والرجل كمان بيحتاج المرأة عشان تكملوا وتسعدوا كلا الطرفين بيحتاجوا بعض ويكملوا بعض ويسعدوا بعض ويعينوا بعض على امور الحياة اللي ما اعلم بها لربنا صح؟ صح؟ الله عز وجل لما خلق سيدنا آدم في الجنة خلقه الأول وحيد فاستوحش فخلق له ايه زوجته السيدة يا حواء ليه ليه يسكن إليه ها واستأنس بيه بفطرة ما نقدرش ننكرها ونعيش ممكن تكون اتعرضت الزلم أنا معاكي وممكن تكون اتعرضت القاسة كبير جدا اخنا انا مش عايزة اسم سيرة راجل في حياتي بسبب القاسة واللي واقع عليها وباشوف حالات قتلة بس مش معنى كده ان رجالة كلها وحش في رجالة رجالة شوف كده برنسات ما شاء الله حاجة كده يا راجل برنس في نفسه في ذاته كده حاجة كده الله مبادل فدي فطرة ربنا خلقنا عليها ومش علامة ضعفة أبدا أبدا الله عز وجل خلق الجنسين المرأة والرجل جعل لكل واحد فيهم دور انت بتقوم بدورك بحكم التكون الجسدي بتاعه له القوامة ولو كذا وانت ما تتجوزي راجل بكده ولو القوامة هو هو اللي بيعرف في دير دفة السفين انا مش مشكلتي ولا مشكلة الكون ولا مشكلة العالم انك تختاري واحد او تسيق الاختيار فتقومي جاء حاكم على الدنيا كلها وتقومي جاء لا هو ولازم تسمع اللي انا بقول يا بنتي انت اللي عشت تجربة واختارتي غلط وهو قدر يا ست استخرتي وعملتي واخدتي بالأسباب كلها لكن لكن كان ابتلاقك ها ما تعمميش تجربتك على الناس وطولي لا اللي حصل ده لازم يحصل لا مش صح مش مش لازم والله ما حدش لزمه أبدا أبدا كل واحدة لها تجربته المرأة بتعرف تعتمد على نفسها وتنجح على فكرة وتبقى صاحبة شأن عظيم جدا وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندك سيدة الأعمال في التجارة والطبيبة والشعيرة والعلم السيدة عائشة كان استحب بيرجعوا إليها في الأحاديث لو استشكلت عليهم مسألة يروحوا لها وكانت المرأة في الدعوة إلى الله لما بارك لها دوره في الجهاد كمان وفي الغزوات لكن خلينا بنقول آه الرجل له القيادة وله القوامة وانت لما تجوزتيه انت عارفة ان القوامة في ايده وانت موافقة على كده هو اللي صاحب القرر بصه كتاب وصنة ما فيهاش انت اللي تقول فيها الله يقول رسول الله يقول خلاص انتهينا لكن في أمور الدنيا ما بيقول قرار غلط والله يا دكتور هلاو بيبادل الدنيا والبيت بيت وبص دحكين عليه والله دحكين عليه مش وصي مش أهله بس دحكين عليه وسرقين في الوسو وبص مش عارفة عن مين ايه وبص ايه 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 امور دنيا ها وانت نصحتي تعالي تعالي بس عشان نفهم هو انت لما بيحصل غلط او بيحصل هو بياخد قرار غلط انت بتعملي ايه والله نصحتي الله يحسبني بقى هو سمعك يقول انا مش حاسبك على كده يا حاسبني قلت ولا انا نصحت لله ورسول عمة المسلمين وامة المسلمين وعمتهم انت صحك كده والله نصحت انا قلت مرة ما بسمعش كلامي ما بسمعش انش راضي اسوأ عشان انت اللي قلت بس سمع كلامك يحاسب هو قلتلك قبل كده حاجة طيب بخطرك وحفظوها عني حفظوها والناس ما شاء الله بقى يحفظوها ويكتبوها في الكومنتات ببركة طاعتك لقرار زوجك الغلط اصلا ده كلام الشخص ساعت فيش كلام لقرار زوجك الغلط اصلا بس امر في امور الدنيا مش كتاب وسن وانت سمعتي كلامه في امرز ده ببركة سماعك لكلم عنه القرار غلط الله عز وجل يبرك في القرار ده في القرار ده ويعود ببركة وخير على بيتك وعلى قوياتك عليك يقولك امين انش الله بقى خلاص انسع صاحبك مش عارفة من الصبح للعصر وبعدين ما عرفش يسيبه باقيتي اليوم يعملين تمام كده بنانسع بعد كده خلاص انت ليك القوم احنا مصدقين ده ومؤمين بده ومدين لك الامر لازم تبقى وغدى بالك من حاجة زي كده لكن لقصك ما بتفهمش تخدت واحد ما بيفهمش ليه لقصه هو ما بيعرفش ومتخدت واحد ما بيعرفش ليه قررت تزواج يبقى الامر في ايده يبقى اختاري صح طيب هو على الراجل يعمل يبقى يحترم رأي المرأة هي مش كرسي ولا اساس ولا جماد في البيت يعني المطلوب من الزوج الصبر على الاختلاف ده محاولة التوفيق ما بين اللي انت عايزه واللي انت عايزه بص يا جماعة الراجل الضعيف خلي بحفظي الراجل الضعيف اسمعه يا شباب الضعيف ده اللي ما بيشوفش حقوقي انا وليه وعلى طيب يا جماعة يهملها ويطرقها وعلى حقوق الزوجته ولا نيلا ولا بتاعها ولا احتياجات نفسية ولا جسدية ولا شايف حاجة انا وبس انا 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 تبش انت ما جايبها يا ابني بادلة ولا جايبها ببتا لا ايه وعلى اكل والشور بابني ما كان بتاكل وتشرف في بيت اهلا ايه لازمتها البهدلة وكل اه حقي وهي لازم تعرق وفين هي حقوقها وفين عشان ما تقول شيء وتفقدها ثقة في نفسها وترجع ده الدين أنا استحالة الدين يعمل كده لسه سمع مقطع بتاع حوالي 32 دقيقة لوحدة بتناقش المسلمين الجدد وبتناقش ناس بيقرنوا ما بين الأديان وبعدين قالت حاجة عجيبة جدا جدا وقالت شبهة رهيبة جدا جدا لقيت كل الكومنتات منشل فيه ايه تعال وفيه ايه نساء هو فعلا الدين كده مش هو فعلا رادين ليه تفتنون في دينهم معاملة الراجل لزوجته معاملة الزوج السيئة لزوجته بعدم مرعاة احتياجاتها وحقوقي أنا وبس وسيبها وهملها معقول ده متدين هو بيصلي وعارف ربنا يبقى ربنا رادينك بيقول لي الدين بيقول كذا وكذا عارف اللي له بس غلط اوعى تفتنها في دينها اوعى تفقدها ثقة في نفسها بسبب عنادك او كبرك او عدم فهمك للأمور الراجل ساعات لما بيبقى له خلفيات وتجارب شخصية وتربة في بيئة فيها امرأة متسلطة جدة عامة خالة ام مثلا ام والدته بيفصر كلمة لأ بس لأ ما هو ده مصح لأ يا نهاري قبيا انت قلتلي لا تعاليني بقى تعاليني دانتي دانتي كأنها ندية وكاولي يازم تنكسر ونكسرها علشان مش عارفة مين اللي علمك كده مين اللي قال لكم وتحس ان هي يعني يعني لبانة ولفة البيوت ولفة عن لي كده إلا ما رحمه رب لقيني في رجالة أشهد لهم اللهم باك فعلا فعلا ديلي تقال عليهم رجال كانوا رجال هم دول هم دول بالمعاملة وبالدين وبالأخلاق وبالمعاملة مين المعاملة دينك جوارحك بتعمل إزاي بتنفذ الدين ولسانك بينفذ الدين ولا إيه لك حال ومرجعه وتخاف من الله التقي الله دي ترعبه الراجل القوي بقى اللي بيعمل إيه اللي بيسعى إنه يعمل الحادث اللي تسعى زوجته بيهتم بيها ويهتم بأولوياتها بتحب بإيه مش بيهمشها وانت كرسي وانت مالكش يعطيها تغير ورح في المبق مين قال لك إن هي ما بتروحش المهامات زروعة فقال بالمبق بس ده هل ده معنان يلغي دمخة مثلا يعني ولا إيه هبدا تلاقي كتير جدا جدا من النساء يحزينها إيه واعتزعالي إيه واعتزعالي من الكلام ده أنت مش ضعيفة ده قوتك في أنستك وضعفك ده قوتك أصلا في ضعف قوتك في كمال أنستك على فكرة قوتك إنك بتتمسك بقوة بالكتاب والسنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه قوتك في علمك قوتك في اعتقادك الداخلي عن نفسك قوتك في إنك تستحق تقولي نفسك كده ده اعتقادي أنا أستحق الأفضل اللي ربنا كتبهولي أنا بطلب حاجة خلاف اللي ربنا قال لي تقوليكم إحنا عايزين إيه غير إن إحنا نعيش في وجود وحد يحبنا ويتطب علينا آه بس أنا مش عايزين الناس السوية لإني فيه نوع ما شو عايز أقول لكم فيه نوع عايز حلقات لكن المرأة السوية العادية المتزن الناس العادية البنات العادية كده تقولك مش عايز أحب بس أحس إن أنا محبوب أحس إن هو حبيبني مش كرهني ومن أمرشلي وكذا وكأني عدوة له إيه 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 إحنا فين شكبايا الكورونا والزلازل وبتاع أولته كمان علينا صعب صعب أما تيجي مرأة تصل ثلاث ساعات بتبكي بس هو أنا ضعيفة يا بنتي لا إنت عارفة قوية بشعورك يبقى عندك شعور استحقاق عارفة يعني إيه أنا استحق إذا نعيش سعيدة إوعي الإحساس والمشاعدة ساعتها مؤلمة جدا جدا وتعيش مكسورة وساعتها أقولك تعيش مستضعفة أو منقادة من كل اللي حواليك بصوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه قال رفقا بالقوارير وإحنا شرحناها كي مش عارفة تلس بقى لنا أربع سنين الرسول عليه الصلاة والسلام شبه النساء بالقرورة قرورة للزقاء للزجاج الجميل فيني الكسين اللي أنا قلت لكم اللي بيتجابه في النش اللي محدش بلمسه فيني الكسين اللي مش عارفة بكام دلوقتي ألف ويه دول حق سواء رأيها جدا هو ده هي دي المرأة زي الزجاج سهل خلي باب تعمل كده يتكسر هي كده لو أزيتيها بكلمة إيه ده لأنها طبعتها رأيها أصلا هي عندها رقة مشاعر وحسيس لما حد أم يكسرها بقى بتعمل إيه تجرحه تجرح اللي أم بكسرها زي الإزاز لما بيتكسر بيعمل إيه يصبحها ويجرح الإيد كده هي كده بالظل ما تكسرهاش يا بني مش تعرفت الاماها دين ولو لمتها عمرها ما ترجع زي الأول مش مكسور تقول لك ها عشان خاطر لا ها مش عايزينك كده أنا مش عايزك تعيش عشان خاطر لا أنا عايزك تعيش بنوايا وبأهداف وتبقي فرحانة وسعيدة وهو أعرف قيمة الزجاج اللي معاه ويسعيدك يا بنت ما رأيت الحديث التاني من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن ما شاء الله ما شاء الله قلنا ما نقصان دينا وعقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قال وبلا قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها يعني مش حاجة عيبة عندهاش حاجة نقصة ولا فيوس ضارب ولا نص مخ لا عندهما شاعر بس فلازم واحدة نسيت فتذكر إحدى هما الأخرى بس عشان كده دي الشهادة عشان كده ليه لأن في دماغنا مليون حاجة نوش عايز أقول لكم دماغ المرأة عامل إزاي حواري وثقاك وجدات وحاجات رهيبة يعني تفكر في حاجات كثيرة جدا جدا وعلىها شغال شغال أنت ما تبقى ساعات أعمل ما تحسبهاش قاعدة ساكرة في ترابنتينا جوه في دماغنا ده نقصان العقل إذا بتنسى فتذكر إحدهما الأخرى أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى يا رسول الله قال فذلك من نقصان الدين بس مش إن إحنا بنحب ربنا أكتر منكو وإحنا عندنا كم لي لا أو لا 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 الصائمين والصائمات والذاكرين والذاكر كل صفة ذكرت في مؤمن ذكرت ليها لنحيانه حياة طيبة من ذكرين وأنسى اللي بيعمل عملا صالح زي واحدة بتقول لي ده حقه بتقول لي إيه بتذهب بعقله ده بتجننه عليه العود في الرجل ومخرى ولا لا مش كده خالص مش الجننه بتذهب به لا يا فعل مرأة زكية بتاخد قلب وعقل الرجل بتاخد قلب وعقل جزء دي المرأة الزكية فعلا بتاخد قلب وعقل زجاء الأنسى القوية بقى اللي بزكاءها بتعمل إيه مش تكلمة على القوة اسمعي ما تظهرش قوتها اللي في وقتها ومحلها الأنسى القوية الزكية اللي لما يغضب زوجها بتمتص غضبه في وقتها صمت وأنوسة كده بتجبره على الاعتذار لها ليه لا يا ساكت مش قابلت إنت إزاي تعمل وإنت كذا لا 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 خارج كده الأنسى القوية اللي ما بتخلفش زوجها بالأمر طالما هو أمر من أمر الدني شيل يا عم مش شيل القرار خد النتيج أنا مش نصحتك خلاص إنت حر لا لما تعمل كده كلمتها تبقى مسموعة عنده لا ترد إيه ما أنا بقول لا ده بتسمع ومطيعة وبتقول أسلح دنيا طلعت نزل الدنيا خد قرار خطأ يشيل تحمل نتيجة ولا بقى تيجي وتقفلوا من بعيد مش قلتلك ها تشتسمع الكلام مش مش عار لا لا ولا تبكتي ولا تعملوا الكلام ده خالص يقول لك عليك مش سامع كلامك أصنع يعني لا لا الأنسى اللي بتاخد بالها من اللي جوزها عايزه وبتاخد بالها كمان خلي بالكم من رئتها من أنستها من كلامها من طريقة دلعها آه آه الأنسى اللي الناس بيسموه ضعف ده عند الأنسى هو في الأصل إيه حنان والله حنان ومشاعر ورحمة ورقة وهدوء واليونف طبع عذوبة وطيب في الكلام بتاعك حديثك ذات نفسه المرأة القوية اللي بتخلي من رجلها رجل مبادر عايز يفكر دائماً قدامه لأنها قوية نقطة قوة الراجل وقوة زوجك في وجود الجنبه أصلاً وجودك في حياة الراجل ذات نفسه يبقى راجل طموح بسأل عقمة طموح ما أنت ماشا الله عطاله وأهداف له قدام تعالوا تعالوا ما نتكلم على نموذج السيدة خديجة رضي الله عنها بزولة مختلفة شوية كل مرة تكلم عنها ولو يتكلم عن نقطة معنا ألا الله مبارك فتحات في قصة وسيرة أمنا السيدة خديجة عدو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجمعنا بيها وكل أمهات المؤمنين قولوا أمين بص معي تعالوا ما نشوف حالتها النفسية ونحللها اتجوزت مرتين وزواجها اللي اتنين ماتوا يعني أرمالة مرتين معها أولاد أيتام بتربيهم سنج الماظر هي سنها سن الاربعين تعرضت لحاجات كتيرة أكيد وتعرض عليها سادت وقضت كريش لخطبتها يعني أرمالة مرتين شوفوا بقى الكلام ده لو دلوقتي أرمالة مرتين ترملت مرتين أنا أعرف واحدة في 2020 موجودة ربنا عد السنة ده على خير قوله أمين موجودة وترملت مرتين وعندها أيتام وأحسابها يعني هي من حمل الكتاب الله وأحسابها والله كده أدعو الله سبحانه وتعالى يجمعها بالسيدة خديشة اللهم أمين وإحنا معها قوله أمين بصي وعندها أولاد أيتام وبتربيهم لوحدها وامرأة أربعينية عارفة كتير من النساء تقول لك لا بقى خلاص ده أنا عجزت وبتاعه خلاص ده أنا كبيرت ويلا بقى حسن الختاب معين الأربعين ده فما بلغ أشد وبلغ أربعين يعني سن القوة أصلا سن الشباب والرجولة الحقيقية للراجل سن الأربعين سن الرجل والعقل جمال الأنسة وقوة عقلها ورزانتها ورقتها وخبرتها في الأربعين أيوة كلام ده كلام كبير لما اختارت اختارت صح وعملت ايه عملت زوجها بكل حب رغم إنها سيدة قوية وتكبره سنا وأكيد بس صلى الله عليه وسلم ده محمد صلى الله عليه وسلم ولكن معاملتها معاه خلته ما ينسهاش حتى بعد ما متها ها وقال فحا والله ما أبدلني الله خيرا منها أعطتني حينما معاني الناس وقاوتني حاجات كتير لما نزل الوحي ايه اللي حصل خاف قلب النبي عليه السلام وارتجف زملوني زملوني رح لمن رح لحضن زوجته رح للسيدة خديجة زوجته رغم إنها قوتها لكن ألانت له قلبها ومشعرها طمنته وأكدت له إنك أبدا والله لن يقذيك الله ولن يضيعك الله أبدا تكرم الضيف وكذا وكذا استسلمت لحالة اليأس اللي عندنا ميجي زوج كده يقول لك يأسه ومش عارفه والدنيا مقفلة قبل 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 ودته أمل تعال نروح لابن عمي ورقة ابن نوفل ونعمل كذا وكذا دعمته وسندته وطمنته هي دي الأنسة القوية الحقيقية قوتها في مشعرها قوتها في أحاسسة في احتواءها إيه وعي تتخلي عن أونستك وهي دي ده مفتاح قوتك طب في سؤال دايما بقى بنتسأله جواب عليه بسرعة كده بقول لك إيه بنسمع نصايح زي كوني قوية عشان يحبك الرجل من هي المرأة القوية التي يحبها الرجل أه تقول لك وانا بعمل علشان الرجل يحبيني طب لما عملها جميلة ممتازة أنا سأقفك زي الفل انت زي الفل كده سيبتني الكلام بقى انت تكوني قوية في نفسك وقلبك ها وقدرتك على مواجهة الدنيا بالاستعانة بالله طبعا عز وجل في أولا وآخرة والأغز بالأسباب وبعدين نتوكل عن رب الأسباب مش علشان انت بتعمليش ده مش علشان تثبيت الحد من القوية أو تثبيت لزوجك أو لابوك اللي كان أهيرك أو أمك اللي كانت مش عارفة بتعمليه والله صحباتك لا 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 انت بتأوي نفسك بالله ولله علشان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مش علشان حد تمام كده النقطة دي مهم طيب لما بعمل بقى وأقول ان انا أخد بقى أسباب القوة إذا بقى امرأة قوية مثلا اعتمد على نفسها مكتفية بنفسها مشبعة حالها وجوانبها واحتياجاتها السبعة اللي احنا قلنا عليهم في محاضرات وحلقات كتيرة جدا الجانب الروحي والعلمي والاجتماع والاقتصادي والصحي والمدي والعملي والميهني كل دي كل جانب أنا أنمي نفسي فيه ورجعوا للحلقات بتاعة الموسم الأول والتاني تكلمنا فيه مع الجوانب دي تاني حاجة يكون عندك قوة نفسية توازن نفسي عندك عشان يبقى عندك ثبات فعالي اللي ايه لما يحصل مواقف الصعبة والصدمات والدنيا ماه الدنيا دار اتلاع عشان تبقي فاهمه فلما يجيلك تكون يوم التاز أنا عارفة تتصرفي ازاي كل ده بيجي مين قوة إيمانك قوة إيمانك وقوة ثقتك بفعل الله سبحانه وتعالى خير مطلق كده اللي بيعملولي ربنا خير مطلق اللي بقوله النفسي والقلب مع الأخذ بالأسباب تالت سبب يقوي شخصيتك هو تفكيرك مع شعور الايه الاستحقاق انت تستحق الخير وتستحق السعادة ما تستقترش على نفسك يا بنت ما تستقترش على نفسك بلي أقل من اللي انت تستحقي اللي ربنا قاله لي ولكن بمعيار صح انت تستحقي الأفضل اه اسعد ده بالأسباب والأخذ ثم التوكل على الله سبحانه وتعالى انه يسر لك الأمور دي إن كان خيرا لي يا رب قده لي والأهم من ده كله الرضا بقدر ربنا سبحانه وتعالى لي مش استسلام تقولك لا ما خلاص بما يجي كده لا 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 فيه الواحد دايما بيحاول يغير للأحسن دايما وزي ما قلنا يعني بتاخدي بالأسباب وبتعمله تتغير للأحسن يبقى المرأة بتحتاج الرجل عشان يكملها عشان هي ضعيفة هو كمان بيحتاج عشان تكمله والنقطة التانية المهم جدا ويغفل عنها كتير جدا جدا من الأزواج حاجتها المرأة بتحتاج للحب والمشاعر والمحبة الصادقة اللي بتخليها تحس إنها مكانة عالية في قلب جزها وإن زوجها ده وهي مقدرة عنده طبعتك أياتها الأنسة أنت مخلوق جميل اسمع مني اسمعش من أي حد اسمع مني أنت مخلوق جميل أيها الرجال اسمعوا لأنا بقوله لك والأزواج المرأة مخلوق رقيق عاطفي حساس عندها كتير من العواطف الجياش حنونة فليه بتحاول تتناسي طبيعتك الجميلة دي ليه بتحاول تلعب دور مش دورك اوعي تستهين بطبيعتك وقدرتك الأنسة ويقعد الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب بيجعل كلامنا في الحلقة دي يعني يصل لقلوبكم وفعلا فعلا تكوني فعلا حسى أن الجواكي أنا أنسة أنا قوية بالله سبحانه وتعالى أنا أستحق الأفضل لله سبحانه وتعالى عطول أنت مش ضعيفة ما تزعلش تزعلوش يا نساء ترجمة نانسي قنقر